مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات حديث الغربة مرحبا بكم في حلقات حديث الغربة مرحبا بكم في حلقة جديدة يتكلمون على المشاركة السياسية في مغاربة العالم في الاستحقاقات المقبلة فحتى لو كان الإنسان بعقله يكون نوع الواقعية والمنطقة فالمعالج هذه الأمر لأن الدولة لن تستطيع في هذا الوقت في هذا المدى الذي يبقى في الانتخابات 2021 أنها تدير ترسانة القوانين وكذلك تدير القانون التنظيمين الذين قاموا في فصل 17 للدستور لكي يتمكنوا مغاربة العالم من المشاركة في الانتخابات البررامانية سأسأل أخرى لأنه حتى اللوائح الانتخابية ماذا كان يقبال مغاربة العالم على التسجيل أو لا لأن يتكلمون على المشاركة لكن إذا تكلمنا على المشاركة ونجدنا أن نجده ينبقى الناس لأنه يكون الناخب يكون الناخب للانتخابات البرلمانية وماذا هي استفتاء وماذا ونجدنا 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 بإسم الإجارات الصعبة ونجدنا لم نجدهم لأننا نجدهم استفتاء ونساولهم ماذا يريدون أن يشاركوا في الانتخابات المغرب أو لا؟ وماذا يقترحوا؟ لأن الهدرات سهلة ولكن التطبيق الصعيب يجب أن نرى أن نتحدث عن الترسانة القوانين التنظيمية كيف سيكون الشكل الذي اقتره؟ كيف سيكون الدوائر الانتخابية؟ كيف سيكون المكاتب التصويت؟ في حالة ما كانت اعتراضة للنتائج؟ ما هي المحكمة الإدارية التي يمكننا أن نضع فيها الاعتراض؟ هذه مسائل مهمة الدول التي لا تريد أن نشارك الأراضي في الانتخابات كيف سيكون المشاركة؟ ما هي القنصليات؟ أو ما هي المساجد؟ وكيف سيكون الدول؟ عدد كبير من الدول التي لم تكن تمثيلها ديبلوماسية المغربة؟ ولكن كيف سيكون المغربة؟ سيكون المغربة من الدول التي لا تتكلمها إلى المساجد من الدول التي تحصل على المغربة ومن المغربة التي تحصل على المغربة المسألة المهمة لأنه تنهضر حكومة العتماني قريبا تشالي ميجا العتماني وعدنا والوعد دين أنه سيخرج القانون المجلس الجالية رأى النهاية حكومة العتماني قربت الدورة الشريعية الآخرة برلمان قرب لوقتها لأنه ستكون الافتتاحها في الجمعة الثانية أكتوبر 2020 لا يوجد مشروع قانون توضع المجلس الجالية حسب تزايد على مغاربة العالم كل واحد تقول عشراء خمسة اللائحة لكن عندما تزايدوا علينا لأنني لم أكن شكورنا كنت تتخرجوا تسرعوا على مغربة العالم وأسستوا الفروع وبغيتوا تنقل هنا هذه الصراع اللي كاين في المغرب بغيتوا تنقل هنا الخارج المغرب وصبحنا هنا في صراعات بين المغربة اللي احنا في غينا عنها فنكونوا وقعيين ونكونوا كذلك منطقيين فالفين وواحد وعشرين لن تكون هناك كما لم تكون سابقا أي مشاركة في الانتخابات البرلمانية المغربية لأن الوقت ما تبقاش والتي تزايد علينا تزايد وذلك الأحزاب اللي تتخش بغيتوا أنه مغربة العالم يضغطوا على القسر دي لهم باش يصوتوا عليهم ف إلا بقينا هكذا متفرقين ما غدا نحقوا التشي حاجة فواحد المكسب ديال مغربة العالم ديال دك التكفل بنقل الجثمين ديال الناس مساكل ما عندهم مش تأمين ولا اللي ضروف مالية صعبة ما بقاش وكل شي ساكت لكن تنوضو تنهضرو على شي مسائل في آخر لحظة ف علينا أن نفكر جيدا كيف سنضغط على حكومة الرباط من أجل عدم إقصاء مغربة العالم من الاستحقاقات ومن مجالي الحكامات في الفصل 18 من الدستور وشكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة